موسيقى يعني احنا جايز اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده انا يعني برضو بضم صوتي لصوتي ان في المباراة النهائية دي يا ريتي بقى الحكام اجانب عشان التنشن يعني المباراة تنشنت في الاخر على الفاضي خالص الفرقتين كانت من مباراة حماسية ما تدوش المستوى المطلوب لكن المباراة كانت حماسية كانت اكوال عابل تحكيم برضو ان هو شوية يعني يعني يمشي معهم في حتة التنشنة يعني فيه كانت تنشنة غير مبررة من الحكام بالنسبة لقراراتهم نعم كابتسال عاوي رأي حادتك ايه عشان برضو هقول بعض الارقام كده سريع لابل ملكتم بس يعني رأي حادتك ايه في المباراة نقول مبروك لنادي الاتحاد سكنداري طبعا نادي عريق وهارض لك نادي الاهلي قديته لك الشرط التالت والشرط الرابع بامتياز الرابع بالاخص يا ريت كنا بدأنا كده عايز اقول كمان ان عمر الجندي كان نجم مباراة بصراحة يعني لازم ياخد حقه اه عمري كان هناك اه عبارة عن مباراة حماسية احلوت في الشرط الرابع بصراحة نعم يعني فرجنا على بسكت من الطرفين فرقة بتكافع عشان تتعوض وفرقة عايزة تكسب فكان فيه نوع من المنافسة الشرعية يعني نادي الاهلي نقطتين تلاتة هما اللي قصروا فينا في فتحوا اللي سكور فطبعا اللي هي الريباوند زي ما قلنا من فدي فتحة اللي سكور شوية انك تعوض اللي سكور بتعمل مجهود مضاعف بتوصل للاخر بتكونش تعبانش في الرجوعك الى الكورة اه النادي الاتحاد اه قدم مباراة جيدة ويستحق نعم خلينا اقول بعض الارقام بس عشان ناس تتصور معنا طبعا خلينا اتكلم بس في الاول في التحكيم التحكيم طبعا للأسف النهاردة يعني كور كتيرة جدا جدا هقدر نحصي اخطاء التحكيم وللأسف يعني 90% من اخطاء التحكيم كانت عن نادي الاهلي واحنا هنقول كده برضو هنعيد وهنزيد يا جماعة للأسف مباراةنا مع الاتحاد يعني الحكام الاجانب بيدوها نوع من من ال كل واحد بياخد حقه النهاردة مستر اجوستي انت بتتروده تمام طب انت ديته حقه يعني النهاردة مستر اجوستي هو ليه اعتراض مرة واثنين واثنين انت اللي بتوصل المدربين لكده هل مستر اجوستي اعترد من المدربين من حكام الاجانب يعني هل مستر اجوستي انا ما بدفعش عن حد انا بتكلم بال هل مستر اجوستي بيوصل من الانفعال ده مع حكام اجانب هل طبيعي اللي بيحصل ده هل طبيعي كمية القرات العكسية اللي بتتخذوا الدنادي الاهلي كلام ده مش مقبول والكلام ده لازم يبقى له حل بامانة لازم يعني لجنة الحكام تقعد تشوف الحكام مش قادر تتحمل الضغوط يبقى خلاص خلينا في حكام اجانب ده رأيي انا انا مش غلط في الحكام ولا حاجة ولكن انا ما بعرفش ايه اللي بيحصل كمية قرات عكسية على الاهلي لا تتحمل اي فرقة في الوقت المواتشات دي بتمشي بونت بونت فانت النهار ده كمية قرات عكسية غريبة جدا 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 لازم بقى فيه الصراحة مراجعة من لجنة التحكيم بس خلينا اتكلم عن الارقام يمكن افضل نسبة للاتحاد اسكنديري كانت تلاتة بونت اكد اتحاد اسكنديري شهد خمسة وعشرين تلاتة بونت جايب تمانية ودي يعني اولي حاجة بتلاتين اه ما انا اقول لها حضرتك جايب بالزبط نسبته فيه تلاتة بونت اتنين وتلاتين في المن احنا للأسف شايتين اربعة وتلاتين يعني شايتين اكتر منه تسعة شو طوال تلاتة بونت جابين سبع فقط يعني قل منه فدي النسبة الحقيقة يعني بالرغم من احنا في الرباوند احسن بكتير الفيلد كله الحاجات دي النسب قريبة ولكن هي التلاتة بونت السلاح الاساسي التارضة انا بتكلم على الحاجة انت بتديني حقي بلوما جماعة ديني حقي النهاردة شفنا العصبية دي من مستر اجوستي في اي مطش احنا عملنا لعبنا تلات اربع مواسم بحكام اجانب عمرك شفت اي مدرب بلاش مستر اجوستي اي مدرب ينفعل بالشكل ده اديني حقي وبعد كده سيدي انا مش هنفعل طيب ما احنا فيه مطشط خسر نمع للتحاد بحكام اجانب انفعل كده ما انفعلش يا جماعة بصراحة انا ما عنديش كلمة اقوله على التحكيم انا في حياتي شفت يعني حاجات كتيرة جدا ولكن بالشكل ده لا الشكل ده بقى مانا صعب صعب وتكرار الغلط وتكرار يعني انت النهاردة فاول لهاب امين تاتا بونت بتحمله سيميوليشن لا والله يعني فاول علىهاب امين هب امين ترعيش تاتا بونت فاول ليه مخبوط من جنبه وفاعدنا طاق عمر طارق نتيجة برضو الاقطاء يعني انت ترطيل العيب وترطيل مدرب عشان اخطاء تحكيمية يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة المطشط دي بتبقى مش بتحمله صفارة غلط وانت بتديني 6 7 8 صفارات ورا بعض غلط لا شكرا لا شكرا كده يا جماعة الموضوع يعني بصراحة انا ما عنديش كلام اقوله يعني ما عنديش كلام اقوله يعني مش عايز اقول كلام اكتر من كده يقول لك اسكنات الاهلي ومشكنات الاهلي بقوله التحليل الحكام يعني بالعين المجرادة كده اسأله ايا حد تحكيم فيه مشكلة كبيرة جدا كبيرة جدا يا جماعة مش هينفع مبارتك مع الاتحاد مش هتمشي ابدا بحكام مصريين والتاريخ بيقول ان انت بحكام اجانب نسبك مع الاتحاد ومطشطك اعلى وبتكسب اعلمهم يعني هارد لك طبعا وان شاء الله تتعود بازن الله لسه عندنا البال بسكتور افتكاليج واحنا منفسين فيها ان شاء الله وانتطلع عندنا قبل انهاء الكاس مع الزمالك لازم نرجع لتركيزنا تاني عندنا لسه وطلتين بننفس عليهم مهمين جدا جدا البال عشان طلع الكاس عالم الأندية وعندك وانت طلعت النهايات وعندك السوبر المصري قبل النهائي بيستو فايف مع نادي الزمالك كلمة خيرة كده كابتنسلعوا قبل انختم يعني احنا للفريق وصقين فيكم وان احنا يعني الخسارة غير مش هتأثر فينا كتير نتيجة لان انا عارف ان النادي الاهلي يمتلك رجالة ويمتلك نشاط رياضي ومجلس إدارة واقفة وداعم كل هذا الفريق ان شاء الله تكون بداية للرجوع اللي عهدنا ان شاء الله ورياضة كده مكسب وخسارة وبنبارك للاتحاد وبنقول هارضي لك النادينا المحترم يعني بس انا نفسي اللعيبة تبدأ الشيط الرابع كل مباراة تبدأ باسلوب الشيط الرابع نعم اشكرا كابتن سلعاوي كابتن نبيل انا بقول لهم ان انتو قديتوا مباراة بحماس جامل وفي بعض الاجهاد في بعض عدم التوفيق في القارات لكن انتو حاولتوا حاولتوا بقوة ونتمنى التوفيق ليكم في المباراة الجاية بإذن الله سواء في البال او في السوبر المصري اشكرك كابتن نبيل نورتين وشرفتين النهاردة وان شاء الله القادم افضل لنادي الاهل شكرا ليكم الجمهور القادم افضل ان شاء الله بإذن الله